نريد أخواننا بارك الله فيكم أننا بحاجة إلى الفقه في الدين وأعظم فقه في الدين هو التوحيد فنتدرج في دراسة الكتب تأتي وتراجع هذا الكتاب ما أخذنا ترجع إلى الشرح الممتع على زاد المستقنع للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تستمع إلى الأشرطة التي فيها شروحات الشيخ رحمه الله تبدأ وتمشي على هذا تكرر 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 حتى تضبط المسائل بإذن الله تعالى وهذا والله أعلم أنه سهل يسير يعني لا إشكال ولا تعقيد فيه تبحث عن من يعينك على هذا يعينك على العلم هناك ناس والله ما أرادوا أن نتعلم ولا نعلم ولا نعمل أصلا النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن تعلم القرآن وعلمه من يريد الله به خيرا يفقه في الدين تحسن الظن في الله وتقول والله أن الله سبحانه وتعالى من نعمه التي لا تعد ولا تحصى اختارني أن أكون طالب العلم وعلى طريقة السلف إن شاء الله سبحانه وتعالى يجعلني وإياكم منه وتسير على هذه الطريقة تحفظ تراجع تضبط تأتي مع أخوانك وتتذاكر أوقات كثيرة تضيع حدد وقت دائما للعلم لو في اليوم ساعة واحدة يخي ساعي يجعلها لله بعد الفجر بعد المغرب بعد العشاء مثلا وقت للحفر ووقت للدوص ليس هناك علماء يقول عندك عندك ما شاء الله الشيخ بن عثمير رحمه الله تعالى الأشرط الوسائل اليوم موجودة كثيرة الحمد لله الفتوة لا تقرب منها أبدا ولا تتكلم بكلمة تتعلم تستعين بالله العمل تدعو إلى الله في الشيء الذي أنت موقم منه مئة بالمئة تشك واحد بالمئة تسكت ولا تتكلم تفتي لا تفتي لو دخل داخل إلينا وقال أين القبلة هذا يقول له الله أعلم أنا لا أفتي سبحان الله هذا الواقع والله لوح طيب وتجد هذا يكفر ويفسق وبدع طيب هذه ليست فتوى قال لا هذه أكثر من الفتوى طبعا إذن أخواننا الناس الآن بحاجة على دعوة دعوة تعود الناس للتوحيد هل تشق في التوحيد ما يمكن إذن علموا الناس التوحيد أخواني أما المسائل الطلاق وهذه المسائل نرجع فيها إلى كبار العلماء والحمد لله رب العالمين فلابد أن تكون حياتك لله الشيخ بن عثير بن بازر رحمه الله يقول الحياة في سبيل الله الحياة في سبيل الله أن تبقى حياتك كاملة ستين أو سبعين أو ثمانين سنة لله أصعب وأشق من الموت في سبيل الله قد تدخل مثلا في الجهاد خمس دقائق والحمد لله مكتبقى في هذه الحياة محافظ على الصلوات المفروض الصيام الزكاة وحج أمر بالمعروف نهع المنكر الإحسان إلى الخلق حسن العشرة زوجين تربية الأولاد وهذا هذا صعب تستعين بالله سبحانه وتعالى تكثر من الاستغفار فقلت استغفروا ربكم إنه كان وفار يرسل السماء عليكم مدرارا ومددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار ياخر كثر من الاستغفار يفتح الله عليكم كل واحد مننا يعلم أن الهجرة واجبة ولا بد أنه هاجر هذا الكل يعلم هذا البعض يعني يناقش قليل وكذا لكنه في قرأة نفس يعلم هذا أن الهجرة واجبة على الكل ومضرة الإقامة بين ظهرانين الكفار تهاجر اليوم قال لا غدا لا طيب من الآن اعتبر بقاءك في الدعوة إلى الله ويسح البقاء للدعوة إلى الله بشرط أن تكون داعيا إلى الله والحمد لله أما أن تقول والله أنا باقي في بلاد الكفر وداعية وأنت لا تعمل شيء لا تتعلم ولا تعمل ولا تدعو ولا تصبر إذن بقاك هنا فيه إثم فمن اليوم نريد أخواننا نتغير سبب إقامة هذه الدورات ما تستطيع أنك في دورة كاملة تخرج عالم أو طالب ما يمكن هذه مفاتيح نريد أن تسير عليها وتعلم أن هذه الحياة أنت هنا في هذه الحياة خلقت حتى تكون عابد إذا اشتغلت في هذه الحياة بعبادة الله سعيد فتعمل قدر المستطع أوقات الحمد لله عندنا يخواننا قد تكون داعية إلى الله بفعلك وأنت تعرف هذا أكثر مني الإشكال أن البعض في كل يوم يزدار والبعض الآخر في كل يوم ينزل 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 حتى نسى الله في الهاوي فلابد أن تتغير تغير تدعو تصبر تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر إخواننا انشر التوحيد بالله هل يعرض الدين الإسلامي على عاقل ويرده والله ما يرد عاقل إلا متكبر معانق نعم كما حصل من فرعو نستطيع أن ندعو على الله بوسائل كثيرة رسائل الجوار رسائل إنترنت بعض المطويات الآن ما شاء الله بكثرة راسل من كانوا معك في الدراسة من يعني هم بقربك من المنازل وكذا في محطات القطار أنت تعرف أنه الغالب أن هؤلاء عندما يركب القطار أو الطائل وكذا يريد أن يقرر أي شيء تعاون أخواننا مع أخوانكم في أبواب الخير خدر المصطفى كنتم خير أمة أخرجت للناس هذه الأمة أفضل الأمة بماذا تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله يبقى يعني نصيح لأخواتنا وهو ما ذكرنا من قبل أن أعداء الإسلام أرادوا إفساد المرض ولبسوا عليها بالحضارة والتقدم وما إلى ذلك ونزع الحجاب وترك الصلوات وفعل المنكرات واجتناب المأمورات فإياكي السمع لهؤلاء من ينادي بالحرية في هذه الأيام هو في الحقيقة ينادي إلى عبودية الشيطان الذي يقول لك أنا حر أفعل ما أريد ما أشاء هذا في الحقيقة عابد للشيطان خلقت حتى تكون عابد لله إذا فررت من هذه العبودية وقعت في عبودية الشيطان فروا من الرق الذي خلقوا له وبلوا برق النفس والشيطان من قال لك أنك تفعل ما تشاء وكذا خلقت حتى تكون عابد نحن قوم عزنا الله بالإسلام مهما ابتغينا العز بغيره أذلنا الله كل واحد مننا لابد أن يسأل يوم القيامة ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين سائلك الله يوم القيامة عن المرسلين عليه الصلاة والسلام عن نبينا عليه الصلاة والسلام هل أدى الأمانة نعم نصح الأمة نعم بلق نعم جاهد في الله حق جهاده لا بد أن تقول نعم سائلك الله عن هذا الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هل تعلمت هل عملت هل دعوت لا بد أن تجيب عن هذا السؤال ابن القيم رحمه الله يذكر أن العبد إذا يسر الله سبحانه وتعالى له أبواب الطاعة ولم يقتنمها حال الله سبحانه وتعالى بينه وبين الطاعة وما استطاع أن يقتنمها حياته كاملة إذا فتح الله سبحانه وتعالى لك أبواب الطاعة طلب العلم الكتب اتصال الأشرط المساجد الدورات الاتصال بالعلماء إذا فتح الله سبحانه وتعالى لك أبواب الطاعة ولم تقتنمها قال حال الله سبحانه وتعالى بينك وبين الطاعة وما تستطيع أن تقتنمها حياتك كاملة لا تستطيع ما الدليل يقول كثير أدل كثيرة في القرار منها يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا يَذَاءْ لِمَنْ لِلْمُؤْمِنِينَ يعني إن كنتم مؤمنين حقا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا استجيبوا لمن لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم تستجيب مباشرة استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم ثم جاء التهذية قال وَاعْلَمُوا انتبه أن الله يحول بين المرء وقلبه احذر تنفتح لك بواب الطعر اقتنمهم مباشرة إذا لم تقتنمها حال الله بينك وبينهم وما تستطع ان تقتنم حالتك كامل ومثل بأمثل ابن القيم الثلاثة الذين خلفوا رضي الله عنهم وغفر له تيسر لهؤلاء أسباب الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم تأخر 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 حتى ما استطع الخروج كذلك وقد كانوا يدعون إلى السجود كانوا يدعون إلى السجود ولم يسجد هل يستطيع الآن يسجد لا يستطيع فأخواننا الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بنعم لا تعد ولا تحسن ومنها الآن هذا الذي تراه من أن التعلم سهل يسير جدا وسائل سبحان الله عجيبة جدا فاقتنمي يا أخي هذه الوسائل علموا الناس واترك هذه الأمور التي تلهيك عن ذكر الله واتس أب والمهم فقهاء ما شاء الله في هذه الوسائل يا أخوانا لا تدخل إلى القنوات إلى كذا إلا عند الضرورة واعكف يا أخي على كتاب الله قراءة وتدبر وعمل ثم انتقل إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم حب الكتاب حب الكتاب وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان حب الكتاب وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان برئنا إلى الله من معشر بهم مرض من سماع الغنى فعشنا على سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام فعشنا على سنة المصطفى وعاشوا على دندنا دندنا نعم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه إخلاص واحذر ولا تعد عيناك عنهم انتبه لا تلتفت تريد زينة الحياة الدنيا بورش فتن متاع الدنيا زائل ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع انت تسمع ان بعض الناس تعال أقبل عندنا كذا وعندنا كذا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا لا مجالس علم ولا قرآن ولا سنة ولا وعر ولا علماء ولا غير ولا تطع من أغفلنا قلبه وعن ذكرنا اتبع هواه كما كان في الفرق الضال لنسأل الله السلام ظهر بعض من اعتزل مجالسه للسنة كانوا من معتزل واصل ابن عطاء ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وماذا النتيجة واتبع هواه كان أمره فرطة ما استفد شيء من هذه الدنيا ومتى يعرف إذا جاء الموت إذا جاء الموت قال رب ارجعوا لعلي أعمل صالحا فيما تركت سبحان الله تأسرت لك سباب الطاع الآن تنتظر حتى تموت ثم هذا الذي كان عليها المجاهلية يقعدوا بكل صرات يصدون الناس عن الدين عن السنة عما كان عليه السلف نعم فأخوان يعني هذه الأمة تحتاج إلى رجال صدقوا معاهد الله عليه لا تلهيهم تجارة ولا بيع فلابد أن نكون رجال يوم من الأيام يوم من الأيام تكونوا أنتم من يشار إليهم بالبناء من يعلم أولادي من أنتم الآن مثلا انظر إلى الأجياء ابن تيمية أعلم ابن القيم ابن القيم أعلم كذا محمد بن إبراهيم رحم الله الجميع أعلم الشيخ ابن باز ابن باز أعلم الشيخ ابن عثيمي رحم الله الجميع هاك سلف يسيروا على هذه الطريقة يتعلموا أما لو تنظر في العصر الحاغ ترك لي العلم إلا من هداه الله سبحانه وتعالى ترك لي العلم ترك لي كذا البعض يقول أول مرة في حياتي أسمع باب اللغة وباب كذا قال اسمع لم أسمع شيء إلا فقه الصلاة فقط هذا الذي سمعت وحتى فقه الصلاة سمعت شيء منك يا أخي أنت مسلم لابد أن تعرف هذا الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام نتعرف شيء عن الدين مر معنا في نواقض الإسلام الإعراض عن دين الله بالكلية لا تعلم ولا يعمل وأنت تعلم أن الكفار أرادوا أن نصل إلى هذا المقام تكون مسلم لا تعرف عن الإسلام شيء إلا أن يقول أنه ميم سين لا ميم حتى لا أعرف ما هو الإسلام تسأل من نبي هذه الأمة لا يدري فبالك لو تسأل عن الصلاة أو عن الصيام أو الحج لكن تسأل عن كأس العالم عن كذا عن كذا عن كذا يعرف فأراد أن نصل إلى هذا طيب رمال أخوانا ما نرجع إلى الله ونقول يا رب تبنى إليك يا رب يسل لنا اللهم اهدني وسددني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب يرضى اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه والله أعلم صلى الله عنه نبيا محمد وآله وصحبه وسلم اشتركوا في القناة